السلام عليكم مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة هاد نهار بإذن الله هادي نقدم لكم الطاجين مغربي 100% وهو عبارة عن الطاجين الخرشف بالزيتون واللحم كي يجيد شاهي تبعوا معايا المقادر النهاية عندي هنا يا بصلة مشلدة مزيان ورقيقة وعندي لحم عندي 600 قرام تاع لحم تاع العجل وعندي هنا الخرشف منقيم زيان نقع له داك مهم داك الزي اوائد دياولو في جنابه كل شيكو ندرولو الليم دارو الليم باش يحافظ على اللون ديالو وهاد البصلة مشلدة ونقصبها شوية المعدنوس خرقون بلدي سكين جبير وحبك حلا هادو ملعة التوابل اللي عادي نستحقهم في الطاجين وزيت الزيت اللي عادي نطيبو بها ونقلو بها وشوية الملحة ماشي بزاف معاش نكتل الملحة لحقا شادي نطيب هالطاجين فيه الليم يعني الليم عادي يكون ملح قليلا عادي نبدأ على بركة الله ناخدوها كطاجين كما هات الشكل نحطو فوقو اللحم ديالنا وعني نديرو نزيدو البصلة عندي هنا يشلط بصلة كبيرة مشلدة مزيئة رقيقة وعني نزيد الزيتون هالطريقة ونشعلو عليهم النار باش يتقلو مزيئا عادي ندير الملح يعني اللي ما بغاش يطيب الطاجين الاختي قدروا يطيبوه في الكوكوت ولا كل واحد ومو ما ندرتو هنا على الطاجين على نار مهيلة حتى يطيب يعني طيب كي نحسو به الطيب كي نقلعوه عادي ندير العطرية التواب اللي عادي نستعملهم في هالطاجين كما قلتلكم عندي هنا ايا الخرقوم عادي نديرو واحد معلقة صغيرة دي الخرقوم الخرقوم البلدي هذا عندي واحد معلقة وعادي نزيد سكين جبير حباك حلا معاش نكتر بزاف حقاش مو بش ميجيش طاجين ديالنا حار نديرو واحد شوية وكمية قليلة ونزيدو سكين جبير يعني كي يجي طاجين بنين بزاف سورتمي كاي طبف الطاجين نحسم الكوكوت كي يعطي واحد الماداق هائل نحسم الكوكوت يعني من رأي ذيالي ونخليهم يتقلون زيان ونقلبوهم شي شوية ونخليهم يتقلون ونبعد نطلقهم يتقل ذو كالطاجين ديالنا مع البصلة كل شي عادي ندير فيه شوية دي المعدنوس يعني من الاحسن ما نديروش المعدنوس يتقلها بشي يبعطنا ذيك الماداق يكون زين حيث مبعد منك يتقلها كي يمشي ذاك الماداق تاع المعدنوس والقصبر وعادي ندير هنا الخرشف اللي عندنا عادي نديرو هكا فوق الطاجين نستفو هكا بطريقة عشوائية ولا كل واحده كيف يفضل بها الطريقة ومضروري من قول الخرشف يعني يخسنا ديلو لولين باش يحافظ على اللون ديالو ذاك اللون الاخضر وفي الاخير عندي نزيد شوية دي الماء ما نكترش الماء بزاف وش الطاجين يجي ذاك اللاصص ديالو يجي مرقد مزيان ويجي عاقد مزيان وبنين اشتو وفي الاخير عندي نزيد شوية الزيتون تاندير الماء وعلير الزيتون انا المهنية طيبتو شي شوية يعني يكون طايم للاحسن عادي نخلط شوية داك باش اللاصص يطلع فوق الخرشف وكل شيء بها الطريقة وفي الاخير عادي ندير الزيتون وعادي نبلعوا للطاجين ديالنا وخليو يطيب لخاطروا ونطلقاوا من بعد ما يطيب الطاجين ان شاء الله باش نشوفوا شكل النهائي ديالة ونضيروا هاد الليم انا كنت نسيتو وعادي نضيرو عادي حتى نقطعو نزيدو لقاش ضروري الليم في هذا الطاجين كي يجي عادي واحد الضوق هائل وبنين بزاف نمسحكم به ها هو الطاجين ديالنا مبعد ما طاب هدا هو الشكل النهائي ها هو الطاجين كي يجي بنين وهنا هادا كالليم يعني طاب فوسطو هاداك المادرق هائل فوسطة نتمنى وصفة اليوم تنال اعجاب ديالكم ولا اعجب لكم الوصفة اليوم انسنا الهجام واللي كومنتر ديالكم واللي ما شارك في القناة يشترك في القناة مرحبا بي وإلى وصفة أخرى ان شاء الله وبإذن الله وإلى اللقاء وصفة أخرى